بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا هو الضرس الخامس عشر من سلسلس الدروس المتعلقة بالمذهب الأشعري ورأينا في ضروس سابقة الصفات الواجبة في حق الله تعالى وهي الوجود والقدم والبقاء والغنى المطلق ومخالفته تعالى لمخلوقاته ووحدة ذاته وصفاته وأفعاله والقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام هذه الصفات الواجبة في حق الله تعالى وسنتحدث عن الصفات المستحيلة في حق الله تعالى وهي ضد هذه الصفات الواجبة يعني الصفات المستحيلة ما هي؟ هي ضد هذه الصفات التي ذكرتها الآن فالوجود ضده العدم فالله سبحانه وتعالى موجود وليس بمعدوم والقدم ضده الحدوث الله سبحانه وتعالى قديم وليس بحادث فالعدم والحدود صفتان مستحيلتان في حق الله تعالى وهي من صفات المخلوقات والبقاء ضده الفناء فالله سبحانه وتعالى باق كما قال تعالى هو الأول والآخر هو الأول والآخر والغنى المطلق ضده الافتقار فالله سبحانه وتعالى ليس بمفتقل ولا محتاج إلى غيره ومخالفته لمخلوقاته ضدها المماثلة فالله سبحانه وتعالى لا يماثل مخلوقاته فهذا مستحيل في حقه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ووحدة ذاته وصفاته وأفعاله وحدة ذاته وصفاته وأفعاله ضدها نفي الوحدة والتعدد فالله سبحانه وتعالى ليس بمتعدد والقدرة ضدها العجز فالله سبحانه وتعالى قادر وليس بعاجز والإرادة ضدها الكراهة وذلك بحيث يفعل تعالى فعل ووكاره له أي غير مريد له تعالى الله عن ذلك فالله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما يريده وأما إيجاد الفعلي مع كراهته لو أي معنه عنه فجائز يجوز أن يخلق الله سبحانه وتعالى الفعل ويوجده وينهى عنه والعلم ضد الجهل فالله سبحانه وتعالى عليم وليس بجاهل والحياة ضدها الممات فالله سبحانه وتعالى تلحي ويستحيل في حقه الممات والسمع ضده الصمم فالله سبحانه وتعالى سميع وليس بأصم والكلام ضده البكم الله سبحانه وتعالى متكلم وليس بأبكم والبصر ضده العمى الله سبحانه وتعالى بصير وليس في أعمى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم لجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين